زيزو غطبان ليه بقى؟ اقولك انا زيزو غطبان ليه؟ لان زيزو ودي معلومات مؤكدة لا يرغب في البقاء في الزمالك بعد انتهاء عاده اللي هو هنتهي في 2025 لا يرغب في البقاء ومنصق الدنيا مع والده ان هو يخوض تجربة الاحتراف الصعودي في الوقت الحالي يعني هو الموسم 2025 لو احنا لسه شوية لسه شوية في ناية الموسم الموسم المقبل تمام فهو عايز يمشي من دلوقتي؟ لا هو عايز يمشي من دلوقتي لان فيه تواصل ما بين نادي الشباب السعودي ووالد زيزو مفتوح زي ما بنقول لما تكلم مع ادارة الزمالك في رغبته ادارة الزمالك رفضت تماما واللي تكفل او اللي هيتكفل باقناع زيزو بالبقاء في نادي الزمالك هو سيد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق طبعا اللي عندي معلومة كريمة ان هو برضو اللي يتكفل بتجديد عقد الشكبالة طيب مستاذ ممدوح عباس هل تواصل مع زيزو؟ تواصل مع زيزو ورد زيزو كان واضح ان هو الوقت مناسب جدا دلوقتي ان هو يخوض التجربة السعودية اللي مش هتجيله تاني في الفترة اللي جاية فالحقيقة ان حتى الان زيزو رغبته الاولى الرحيل عن الزمالك ولكن في محاولات اخيرة من المقربين من مجلس ادارة الزمالك على رأسهم طبعا مستاذ ممدوح عباس ان هو يقنع زيزو بالبقاء وبالمناسبة لو زيزو جدد في هذه المرة يعني او استاذ ممدوح عباس نجح في التجديد ليه استاذ ممدوح عباس هيعلن بشكل واضح ان هو اللي تكفل الموضوع رغم ان هو كان بيعمل حاجات قبل كده وما بيعلنش لكن المرة دي في تجديد عقد زيزو هيعلن بشكل رسمي على حسابه الرسمي ويمكن هيطلع بيان من مجلس الادارة ان استاذ ممدوح عباس هو اللي تكفل بتجديد عقد زيزو اشتركوا في القناة